قالت مصادر إسرائيلية إن احتمالات تشكيل حكومة أقلية برئاسة تناوبية بين زعيم حزب يمين نفتالي بنت وزعيم حزب ياشعتي ديائر لبيد تزايدت في الأيام القليلة الأخيرة وأن العقبات داخل يمين تقلصت رغم أن أحد نواب الحزب ما زال على قراره بالتمرد على أي حكومة يشارك فيها حزبه ليس برئاسة بن يمين نتنياهو ونقلت المصادر عن إيالي تشاكيد بأنها بدأت تظهر ليونة تجاه إمكانية الانضمام لحكومة التغيير تشمل حزبي العمل وميرتس وأن تعتمد هذه الحكومة على دعم مباشر من العرب وعقد كل من بينت ولابيد مساء الخميس أول لقاء بينهما منذ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فيما سبق هذا اللقاء إعلان مصادر في حزب ياشعتيد عن أن لبيد ما زال على استعداد لتشكيل حكومة برئاسة تناوبية يبدأها بينت في المقابل فإن لبيد وحزبه قد وقع على اتفاقية مع كل من كحولفان وإزرائيل بيتينو والعمل وميرتس فيما يرجح التوقيع على اتفاق مع تكفا حدشا بزعامة جدعون سعر ما يعني أن انضمام بنت للابيد سيؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية طلق دعما من الخارج